بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كلامنا عن اليهود والصهيونية حكثين بقوا مرتبطين بالتاريخ الفلسطيني وتاريخ الأرض المقدسة سنة 1948 بيتم إعلان كيان استيطاني سمي بدولة إسرائيل على أرض فلسطين تم سلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم في الحياة فيها لكن الموضوع ما بدأش سنة 1948 الموضوع ليه جزور بعيدة لازم نفهمها كويس بدأت من الأندلس إيه؟ الأندلس؟ إيه علاقة الأندلس باليهود والصهيونية؟ ويا ترى إزاي المسألة اليهودية بدأت؟ وما لقي اليهود أبداً فرقة من الفرق تصرخ الله أكبر إلا انهزموا أمامه لا تصالح ولا تتوخى الحرب على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين الفتح المسلم لشبه الجزيرة الأيبيرية كان سنة 711 من الميلاد حدث من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي أخيراً الفتوحات تجاوزت البحر المتوسط ووصلت إلى أوروبا المسلمين دخلوا إسبانيا في واحدة من أزهى عصرها أسس المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية ما عرف باسم حضارة الأندلس في المنطقة اللي بتشتمل على اللي بيعرفه النهاردة بإسبانيا والبرتغال ووصلت الأندلس إلى قمة المجد والرقي الحضاري والمادي بيتمركز إشعاع ثقافي حقيقي كل الناس اللي عايزين ينهلوا من العلوم كانوا بيجوا على الأندلس وقتها كان العالم كله بيتكلم عن تحضر ورقي والحرية الموجودة في الأندلس البقعة الوحيدة في أوروبا التي بها هذا العلم والرقي في الوقت اللي كانت فيه القرى العجوزة عايشة في عهد من التأخر والجهل والتخلف على كافة المستويات وفضل الحكم العربي المسلم للأندلس مدة طويلة بنتكلم عن حوالي 8 قرون كان عايش تحت حكمهم كل الناس بكافة طواقفهم تحت حقوق المواطنة كلكم مواطنين أندلسيين والتعامل مع الأقليات بهذه الطريقة خلى كتير جدا من أهل الأندلس يتحولوا إلى الإسلام خاصة من المسيحية واليهودية يعني في الأندلس في هذا التوقيت كان الأكثرية مسلمين والأقلية من المسيحيين واليهود مجتمع كامل بيتكلم العربية وبيكتب بها شب الجزارة الأيبيرية وقتها ما كانوش بيتكلمه برتغالي وإسباني لا خلص وقتها العربية كانت هي الأساس ولكن لا توجد دولة في التاريخ عاشت عصور قوة وفقط ووصلنا بعد 8 قرون من حكم المسلمين للأندلس إلى نهاية الأندلس علشان يضيع هذا الحلم الجميل تحت خيانات حكمها وخذلان المسلمين وهجمات المسيحيين الكاثوليك لتسقط الممالك المسلمة في الأندلس تدريجيا حتى وصلنا إلى عام 1492 من الميلاد العام الذي سقطت فيه غرناطا آخر معاقل المسلمين في إسبانيا ويخضع الكل لحكم النصارى الكاثوليك اللي بدأوا جوا الأندلس عهد جديد ليس فيه نفس الحرية وإن كان سقوط غرناطا تم بموجب معاهدة تمت هذه المعاهدة بين قادة الجيوش الأوروبية اللي كانوا بيتمثلوا في مملكتين ليون وقشتالة ومملكة أراجون جيوش جرارة وحشية بيقودها اتنين الملك فرناندو والملك إيزابيلا هذه القوة الجرارة أبرمت معاهدة مع المسلمين القاتلين في غرناطا لتسليم مدينة غرناطا لهم في مقابل إن المسلمين الأغلبية لهم الحق الكامل في البقاء داخل بيوتهم وأماكنهم من محلات وعقارات يقيموا الشعائر الدينية بشكل طبيعي داخل المساجد لا يجبر مسلم على ترك دينه ولا مؤذن على عدم الأذان ولا مصلي من أداء صلاة الدين الإسلامي وهنا أنا مش فاهم إنت جاي تكلمني عن سقوط الأندلس ولا جاي تكلمني عن اليهود والصهيونية والحاجات دي هنا هنيجي بكلامنا لليهود يهود اللي كانوا عايشين عادي جدا داخل المجتمع الأندلسي عليهم واجبات وليهم حقوق وبالتالي كانوا عايشين زي المسلمين والمسيحين داخل هذا المجتمع الراقي فلما سقطت الأندلس حصل معهم إيه هم كمان طبقت عليهم نفس المعاهدة اللي طبقت على المسلمين هيفضلوا على وضعهم عادي دون انتقاص من أي حرية سواء حرية مدنية أو دينية لكن بعدما سقطت المدينة سرعان ما تم تجاهل هذا العهد وبدأت سنة 1478 واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الأوروبي وهي محاكم التفتيش اضطهاد ديني بيقود الملكين فرناندو وإيزابيلا لملاحقة أي حد بيادين بأي ديانة أو يعتقد أي معتقد غير المسيحية الكاثوليكية واليهود أصلا منذ وجود المسيح وهم أعدالي المسيحية هم اللي تاريخيا أرشدوا الرومان إلى المسيح بطبيعة الحال كان لهم عداوة من نوع خاص ومن هنا بدأت محاكم التفتيش تضطهد اليهود كذير بالذكر أن مهمة حصر اليهود في مكان معين كانت سهلة جدا لأنهم في هذا التوقيت وفي كل وقت ومكان يعني هتلاقيهم بيعيشوا جوا أحياء أحياء لليهود داخل المدن والدول العملاقة نظرا لقلة عددهم في كل مكان فكانوا بيتجمعوا مع بعض علشان يعملوا زي مستوطنة كده يعيشوا فيها يصلوا فيها مع بعض يعيشوا فيها مع بعض يتزوجوا مع بعض وكل حياتهم تكون مع بعض بس وجودهم في هذه البؤر خلق قوات المسيحية تلاقيهم بشكل أسرع دخلوا أحياء اليهود وقبضوا عليهم لمحاكمتهم محاكمتهم بتهم إيه يعني هم لم يعملوا شيئا لا تمت محاكمتهم بتهم الهارتق مثلا في 6 إبراير 1478 تم حرق ستة من اليهود في ميدان داخل مدينة إشبيلية وسط طقوس احتفالية من الشعب المسيحي وتمت الخضة من ألونزو دي أخيدة بضرورة استقصال أعداء المسيح في كل مكان يقصد هنا اليهود فاشتعلت نيران العداوة الشعبية أكتر ضد اليهود ومن هنا أدرك اليهود أن وجودهم في الأندلس معناه فناءهم فاضطروا أنهم ينتقلوا من الأندلس إلى البلاد المجورة منهم اللي عد البحر ونزل على شمال إفريقيا من المغرب تونس الجزائر منهم اللي ضرب مسافة أطول وراح على ليبيا ومصر وغيرها من دول الشرق لكنهم في هذه الدول كانوا بيلقوا معاملة غير جيدة لما كانوا بينزلوا على أي مكان كانوا أشبه بالعب على أهل هذا المكان فقراء جدا أيادي غير عاملة دينهم مختلف عن دين أهل البلاد فإيه اللي يخلي وجودهم مقبول فيضطروا أنهم ينتقلوا بهجرات وجماعات إلى بلدان تانية وهكذا دواليك طول هذه القرون وأوروبا المسيحية لم تكن تحسن معاملة اليهود إطلاقا لكن من ناحية تانية خروج اليهود نتيجة للإضطهاد من بلادهم اللي عايشين فيها فتح ليهم باب تاني مهم ما هيشتغلوا عليه قداما وهو واصولهم عن طريقة التنقل إلى طرق التجارة العالمية والدول اللي بتمر بها هذه الطرق بس خلينا لسه مع اليهود اللي هربوا من الأندلوس اليهود الدول كان اسموهم يهود السافردين راحوا للمناطق التابعة للحكم العثماني منهم اللي نزلوا وعاش في فلسطين ومنهم اللي راح على إيطاليا في أوروبا وانتشر من بعدها جوا أوروبا تاني دخلوا فرنسا، هولندا، بريطانيا كل دي خلي بالك مناطق رئيسية في حركة التجارة طيب باقي يهود أوروبا أكيد حياتهم كانت أفضل بكثير من حيات يهود الأندلوس هقول لك لا برضو إطلاقا يهود الإشكناز كانوا اليهود اللي يعيشوا في النمسا وألمانيا ومحاكم اليهود سنة 1518 تم إطلاقها من الحكومة النمساوية ضد اليهود أشبه بدرجة كبيرة لمحاكم التفتيش اللي كانت في الأندلوس تم تحويل معابد اليهود إلى كنائس ونفس اللي حصل ليهود السفرديم عين منه يهود الإشكناز لكن الإشكناز كانوا هم الأحسن حظا عددهم أكبر بكثير وخطوط هجراتهم كانت أقرب وتوجه أغلب يهود الإشكناز إلى بولونيا اللي تقسمت بعد كده واتخد منها كم حتة وفضلت بولندا التوقيت الزمني اللي أنا بكلامك فيه كان اسمها بولونيا لكن للتسهيل طول الحلقة هنقول بولندا عدد اليهود زاد جدا جدا في بولندا لدرجة أن لما وصلنا على نص القرن السبعة عشر كان عددهم جوا بولندا بس بيتجاوز عدد باقي اليهود المنتشرين في أوروبا بولندا بعت أهم مركز ليهود العالم وديه الحاجة اللي علت من شأن يهود الإشكناز أكتر بس خلونا نشوف وضع يهود العالم كان عامل زي في باقي دول الأوروبا وننزل على إيطاليا مثلا اللي فيها التعامل مع اليهود كان مرهون بسياسات البابا من أقصى اليمين أن نحن نحافظ على حقوقهم محدش ينتهيكهم وواوا إلى أقصى اليسار حيث المحاكم وأجبرهم على التنصر بالعافية ورفض شعائرهم الدينية وحرقهم في الشوارع وكل اللي انت عاوزوا بس كان في مدينة داخل إيطاليا كانت متفردة في التعامل مع اليهود وهي مدينة البندقية مدينة غير خاضعة في هذا التوقيت لسلطة الباباوات لها زي حكم مستقل كده نوعا ما هنلاقي أن ملوك البندقية أو حكام البندقية كانوا هم أول من أجبر اليهود على الوجود داخل جيتو وأن يعيشوا في نظام الجيتو سنة 1516 الجيتو عبارة عن حي سكني مضروب حوالي سور يعيش فيه اليهود غير مسموح لهم بالاختلاط مع أي جماعة أو أي مواطنين تانين من باقي شعب الدولة في هذه السنة 1516 تم إصدار قرار تاريخي من مجلس مدينة البندقية بموجبه يتم جمع يهود المدينة داخل هذا الحي المغلق وهذا النظام هنلاقيه اتعمم بعد كده في باقية المدن الأوروبية بل اتطور وتحسن أكتر دخلت عليه بنود أكتر علشان تزود من القيود اللي على اليهود والالتهاد اللي حصل على اليهود تحديد نوع العمل اللي بيشتغلوه عدد الزيجات اللي بتتم جوه الجيتو ما تزدش عن عدد معين ايه اللي داخل جوه الجيتو ايه اللي خارج منه كل ده كان بيتم برقبته وكل ده كان لخدمة المسيحية عن طريق اتقاء شر اليهود لكن اللي أمراء أوروبا ما كانواش راهمين وقتها إن حياة اليهود داخل الجيتو ما كانتش بتضرهم بل كانت بتحميهم اليهود صاروا أكثر محافظة على نسجهم الاجتماعي حفظوا على جوهرهم اليهودي أكتر من أي أمة تانية داخل أوروبا خاصة في الوقت اللي القرون الوسطى كانت بتعصف بأوروبا بالكامل وما منعوا اليهود من أنهم يندمجوا مع غيرهم من الشعوب واليهود استغلوا عدم الاندماج هذا في تنظيم صفوفهم أكتر وتنظيم معتقدتهم الحاجة اللي قدت إلى ظهور اليهودية زي ما هنشرح ونشوف قدامه ولكن اخرجوا على شمال أوروبا تاني في النمسا وألمانيا سنجد أن اليهود تم تضييق عليهم جوه بولندا ففيه منهم جزء رجع تاني على فيينا وألمانيا يا بص دي كانت حاجة حصلة في يهود الإشكناز في هذه المنطقة هم يروحوا بولندا من ألمانيا وبعد كده يرجعوا تاني وفي كل مكان أوضاعهم ما كانتش بتختلف كتير حتى جوه النمسا وألمانيا نفسها بيتطردوا من مكان لمكان لحد ما بتيجي سنة 1616 ويتم فرض نظام الجيتو لأول مرة داخل ألمانيا جوه مدينة فرانكفورت سنة 1624 تم جمع يهود فيينا داخل جيتو لأول مرة داخل أراضي النمسا لكن الغرابة كانت في أن اللي حصل جوه النمسا كانت بطلب من اليهود هم اللي طلبوا أن يدخلوا جيتو لأنهم بدأوا يشوفوا مزايا الجيتو والحياة فيه وفضل الكلام ده ماشي على يهود ألمانيا ويهود النمسا لحد سنة 1782 لما القيصر الألماني لغى معظم القيود على اليهود سمح لهم بالعمل في أي مكان حرية التحرك في أي شارع بل في بعض المناطق سمح لهم بتملك واستئجار الأراضي فإذن في أغلب دول أوروبا من أسبانيا للبرتغال للنمسا لألمانيا لإيطاليا لبولندا حتى اليهود كانوا بيتعاملوا بشكل قاسي جدا في حين أن جوه نفس أوروبا سنجد أن هناك دولة تعاملت مع اليهود بشكل مختلف بريطانيا عرفت الحياة البرلمانية والديمقراطية في فترة مبكرة لأدن وإن كانت نفس بريطانيا من أوائل الدول التي طراضت اليهود سنة 1290 لكن سنة 1656 تم النداء من المملكة البريطانية يا يهود بريطانيا عودوا إلى أرضكم مرة أخرى فرنسا هي كمان عملت نفس الكلام مع اليهود التي تحولوا إلى النصرانية أتاحت لهم فرصة الدخول مرة أخرى إلى فرنسا وأتاحت لهم فرصة الرجوع إلى اليهودية مرة أخرى دون أن يتعرض لهم أحد فيبقى يهود بريطانيا ويهود فرنسا أكثر نشاطا داخل أوروبا هولندا في هذا التوقيت برضو كانت من أهم دول أوروبا اليهود فيها بقى كانوا بيلاقوا معاملة أكثر من ممتازة من وقت انتشار البروتستانتية وبداية اتهاد المسيحية الكاثوليكية لها وانتشار في هذا التوقيت برضو اتهاد اليهود هتلاقي كل اليهود اللي بيقدروا يروحوا على هولندا بيروحوا ليها اليهود الهولندي كان ليه نفس الحقوق اللي للمسيح الهولندي غير انهم أتاحوا لهم فرصة الحكم المستقل للطواف اليهودية كان من مظاهر الحرية اللي اليهود لقوها جوا هولندا انهم كان بيتم السماح لهم بالركوب على السفن اللي هتستكشف أمريكا سنة 1654 وصل الى مدينة نيويورك ناس من يهود هولندا وكونوا النواة الحقيقية لليهود جوا نيويورك اللي هي بعد كده هتكون أكبر جالية يهودية في العالم لكن زي ما قلت لك ان أهم يهود كانوا هم اليهود الاشكناز جوا هولندا من عندهم حصلت الطفرة الفعلية لليهود على نص الكرن السبعتاشر بولندا كانت بتضم أغلب يهود أوروبا بدأ جماعات من هؤلاء اليهود يروحوا يستوطنوا روسيا بدأ منهم اللي برضو يروح في رحلات استكشافية على أمريكا يهود بولندا يمكن أغلب يهود الأمريكتين بيعود أصولهم لها منهم كمان نشأ أغلب كبار الصهيونية ومن يهود بولندا كانت الهجرات الممنهجة إلى الأراضي الفلسطينية على أوجهها زي ما هنتكلم قدام برضو طيب اشمعنا بولندا حكام بولندا السيدي كانوا هما السبب هما اللي كانوا بيشجعوا الهجرات اليهودية إلى الأراضي البولندية لأنهم أتاحوا لهم كل الحقوق المسلوبة منهم من باقي دول أوروبا وصل اليهود جوا بولندا إلى درجة عالية جدا من التنظيم لدرجة أنهم أسسوا جماعات يهودية تم الاعتراف بيها من بولندا نفسها زي جماعة هاكاهال طيب الملوك كانوا بيعملوا كده ليه؟ أقولك رغبطا منهم في جباية الضرائب من اليهود بشكل مريح أنت لو يهودي وجيه واحد تاني يهودي يأخذ منك الضرائب هيبقى على قلبك زي العسل إنما لو أنا كحاكم بولندا شخص مسيحي جيتك بيمنك الضرائب أنت هتسميها جباية إن أنا ببلطج عليك وبعنصر عليك هتتمرد علي وتعمل لي مشاكل الدولة البولندية وشافت كنز في كمية العائلات اليهودية النازحة من كل دول الأوروبا أنا عايز كل دول يبقى عندي لأن حصيلة الضرائب آخر السنة هتكون زيادة جدا بس لما تروح الحاجة للشيء مش هيبقى فيه أي داعي لوجود فلما راحت الحاجة للضرائب سنة 1765 جوا بولندا اتاخذ من اليهود كل هذه الصلاحيات بس خلي بالك من التاريخ ده التاريخ ده معناه أن اليهود اللي عاشوا جوا بولندا عاشوا مدة 200 سنة كانوا فيهم في كامل تنظيمهم جوا بولندا ومن ضمن تنظيماتهم زي ما قلنا إنهم نظموا هجراتهم إلى الدول الأخرى زي روسيا اللي بقت قبلة التجار اليهود البولنديين كان لهم امتيازات جوا روسيا مقارنة بغيرهم خاصة لما روسيا بدأ يحصل فيها تمردات داخلية فيلجأ الناس بقى للتجار اليهود اليهود طبعا ملهمش أي علاقة بهذه التمردات أنا تجارتي ماشية شكرا على كده لكن من اللي بيتأثر الروس فحكام روسيا أو النظام الروسي والمتمردين على حد سواء اللي اتنين كانوا بيروحوا لليهود يروحوا لهم ليه؟ زي مرتلك هم كانوا تجاري يعني أغنياء يعني معهم فلوس عندهم سيولة فيروحوا لهم علشان يقرضوهم أقرضوهم أموال كتيرة جدا ده اللي خلى ليهم نفوز كبير جوة روسيا القيصرية واليهود أدركوا القوة اللي عندهم في استغلال هذا المال واعطاء القروض بالربا فهنلاقي ان اليهود بدأوا ينشروا هذه الفكرة في كافة مدن أوروبا وحتى داخل الدولة العثمانية ومن هنا جاءت صورة اليهودي المرابي أو اليهودي الذي يتعامل بالربا وبقتها الصورة النمطية عن كافة اليهود انهم أغنية جدا وبيتعاملوا بالربا بس ايه ده استنى كده احنا قلنا ايه الدولة العثمانية ايه ده صحيح الدولة العثمانية يا ترى وضع اليهود ايه جوة الدولة العثمانية بما انه أوروبا بقى كانت بتضطهدهم وقتها فأكيد العثمانيين كانوا بيقلعوهم مالط يعني بس الحقيقة هي اللي انا هقولها لك دلوقتي الدولة العثمانية في القرن الخمستاشر والستاشر كانت بتعامل على حد سواء اليهودي والمسيحي معاملة ممتازة طالما يعمل تحت طائلة القوانين المسلمة المفروضة عليه يدفع الضرائب المفروضة عليه عمل الحاجتين دول فهو مواطن داخل الدولة له كل الحقوق السلطات العثمانية نفسها كانت بتعامل اليهود بكل تسامح في عهد محمد الفاتح اللي يعتبر عند اوروبا هو الشيطان الأعظم يعني كان يثبت ان في عهده كان في منهجية للطهاد اليهود او المسيحيين او اي اقلية من الاقليات زي ما كان حصل في نفس التوقيت جوه المانيا والنمسا واسبانيا والبرتغال وايطاليا وغيرها بل اللي ثابت تاريخيا كان ان عددهم في ازدياد داخل الدولة العثمانية نتيجة هروبهم من اوروبا على الدولة والسترحيب عثماني بيهم في اي مكان يدخلوا فيه خاصة في الاجزاء التركية من الدولة العثمانية ايوه في فترات من الحكم العثماني خاصة في القرن السبعتاشر والتمنتاشر هنلاقي ان اليهود تم استخدامهم في اعمال سخرة واعمال شقة داخل الدولة زي بناء الاسوار شقة طرع تأمين المدن بحاجة اوسردية اليهود يحبوا يرددوها علشان يعني يبانوا انهم كانوا متهدين من الدولة العثمانية زي ما كانوا متهدين من كل دول العالم بس الحقيقة التاريخية انه دي حاجة مكتش مقتصرة بس على الاقليات شباب المسلمين الفلاحين زي ما اتكلمنا كتير قبل كده كانوا هم القوام الاساسي للعمل بنظام السخرة داخل الولايات العثمانية وده كان سلو وقتها بقى يعني حتى المماليك كانوا بيعملوا نفس الكلام بيستخدموا النظام السخرة للعمل فاليهود مكانوش منفصلين عن باقي الشعب مكانوش بيعملوا حاجة او مطلوب منهم حاجة زيادة عن باقي الشعب لكن على صعيد تاني نفس اليهود اللي بيشتكوا من الدولة العثمانية كانوا عايشين جوا اوروبا في جيتوها بس جوا الدولة العثمانية مفيش جيتو لا لليهود ولا غير اليهود اعيش في اي حتة واي مكان انتعود وبالتالي بقى في حرية مطلقة لليهود داخل الدولة العثمانية حاجة اللي خلتهم يتعلموا ويتوظفوا اللي منهم الموظفين في الدرجات العليا اللي منهم الدبلوماسيين الاطباء المستشارين في منهم في بعض الفترات وصل لدرجة الوزير كانت حاجة طبيعية جدا انك تلاقي شخص يهودي جوا البلاط الحاكم عند اي سلطان عثماني فعلى عكس الشائع ان الدولة المسلمة كانت لا تحترم الاقليات واوروبا كانت هي التي تحترم الاقليات دي حاجة غير حقيقية بالمر داخل الدول المسلمة في القرون الوسطى اليهود كانوا يعيشون في امان لهم كفت حقوق المواطنة زيهم زي اي مواطن تاني وان كانوا جوا اوروبا لسه عايشين في جيتوهات بس زي ما قلنا ان اليهود كانوا هم اكثر من استفادوا من وجودهم جوا جيتوهات جوا الجيتوهات ادروا ان نظاموا نفسهم اكتر ادروا يستقروا على بعض المفاهيم اللي كانت مبهماة بالنسبة لهم من اول القرن الاول الميلادي لحد الوقت الى قرن السبعتاشر والثomanتاشر وكانت كل المفاهيم دى غير وضحة بالنسبة لهم جوا الجيتوهات حصلت تغييرات كتير على اليهودية نفسها فازاي اليهودية تغيرت في القرن السبعتاشر والثomanتاشر ووصلت لليهودية اللي بتشوفها في يهود العالم النهاردة كل دي اجابات موجودة في الجيتوهات في القرن الخامستاشر والثances وهي شيء مهم نخصص لها حلقة كاملة هي إن شاء الله الحلقة القادمة ولو وصلت لهذه الثانية فأحييت جدا جدا على ذات والفترة اللي فاتت بنتكلم عن حاجات قديمة حصلت ليها علاقة بالأرض المقدسة تحديدا وبالتالي لقينا نفسنا بنتكلم عن دولة المماليك والدولة العثمانية والدول المسلمة اللي قبلوهم بشكل مفصل لكن في الحلقة دي والحلقة اللي جاية هنلاقي نفسنا مضطرين نتكلم عن اليهود واليهودية والصهيونية بالاستعانة بموسوعة دكتور عبدالوهاب المسيري مع بعض الكتب الأخرى بحيث نفهم حاجات عن تاريخ اليهود زي ما فهمنا من الحلقة دي إيه اللي حصل لليهود؟ ليه وإزاي أصلا نشأت المسألة اليهودية وبقوا مشكلة سواء في أوروبا والعالم ولازم يلاوليها حل وشمعنا الحل جاه في أرضنا إحنا في الأرض المقدسة أرض فلسطين وليه الكلام ده مهم هي دي الإجابة علشان نفهم هم ليه بقوا في بلدنا هذه الحلقات ستدوني هتكون مهمة جدا جدا فتأكدوا أنكم تشوفوها وتشيروها وتدعموا وصولها بداية من هذه الحلقة لأن غالبا هذه الحلقات مش هتكون بتوصل للناس وبس كده أنا خلصت كلامي تأكد لك عمل لايك مشترك في القناة وفعل كل التنبيهات عشان يجيلك كل جديد شوفك إن شاء الله في حلقة قادمة و... السلام عليكم شكرا